مثل ما ذكرت أنه فكرة أنه واحد يعني بحسب الاقتباس نبي عظيم اللي احنا منقول ابن الله يموت على الصليب الفكرة غير مستساغة لكن الكتاب بقدم الموضوع مش حتى يعني دافع لكن كحقيقة بقدمها أنه مات المسيح فعلا وفي علاج من خلال الصليب مات المسيح وهذا هو الحل الوحيد ولا يوجد حل آخر لمشكلة الخطية بعيدا عن ذبيحة المسيح وصليب المسيح وإنكار ذبيحة المسيح وصليب المسيح هو إنكار لقلب الله ولمشروع الله واللي بينكر كده بيقول عنه بالكتاب فكام عقابا أشر تظنونه أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدر بروح النعمة فالإيمان الوحيد الذي يخلص هو المسيح وإياه مصلوبا ممكن أؤمن أن المسيح كان معلما عظيما هذا لا يكفي ممكن أؤمن أنه أتى وعمل أعظم المعجزات هذا لا يكفي إيماني يكون كاملا عندما أؤمن أنه هو الله الظار في الجسد وهو مات على الصليب بالحقيقة مع أنه المسيح متفوق في كل شيء في ميلاده العذراوي في حياته الخالية من الخطيئة النبوات اللي تمت فيه كونه بيحمل الطبيعتين الإلهية والإنسانية يعني متميز جدا أعظم معلم أعظم صانع معجزات حياة خالم خطيئة مع أنه هذا بيكفي أنه أتبع شخص للمسيح أن أؤمن به حتى لو رفضت الصليب ولكن مع كل هذا في شيء رفض وكرهية لفكرة الصلب تماما لأنه الشيطان يدرك تماما أنك إن أمنت به كالله الظار في الجسد وأمنت بذبيحته حتما ستخلص وإذا خلصت ستفلت من جيش الشيطان من معسكر الشيطان فالشيطان لا عنده أبدا أي مانع أن يبث في أزهان التابعين أن المسيح نبيا ومعلما لكنه ليس هو الله الظار في الجسد المسيح مصلحا وصانع معجزات لكن ليس هو الذي مات على الصليب لكي يظل يحتفظ بالإنسان في دائرة الغي والإغواء ترجمة نانسي قنقر